هذه أبرز العناوين لعب المنتخب الوطني المغربي يتعرض لإحتداء عنيف في الديار الأوروبية ليخضع على إترها لعمل جراحي على مستوى الوجه تصريحات مفاجئة وغير متوقعة من رئيس اتحاد العاصمة الجزائرية بعد وصوله إلى الجزائر وانسحابهم من مواجهة بركان تصفية كاسي العالم الدوميليكان 2024 المنتخب المغربي النسوي الأقل من 17 سنة يحل ضيفا على الجزائر يوم العاشر ماي ويستقبله في بركان في 17 من الشهر تاتيها عادل رمزي مدرب للمنتخب الهولندي الأقل من 18 سنة والأخير يوجه رسالة قوية للجماهير تعرض لعب المنتخب الوطني المغربي أيمن برقوق المحترف حاليا في صفوف فريق هايتار برليل ألمانية لهجوم مباغت في ملها ليلي بالعاصمة الألمانية برلين مساء السبت الماضي ما أدى إلى إصابته بجروح في وجه استدعت نقله إلى المستشفى وخضوعه لعملية جراحية وذكرت صحيفة داسو البريطانية أن أيمن برقوق تعرض لإعتداء جسدي من قبل أشخاص مجهولين ما نتج عنه إصابات في وجهها ونقل اللاعب على الفور إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية ناجحة يوم الأحد من جانبه أعرب نادي هيرتا برلين عن صدمته وغضبه من الحادثة الذي تعرض له لعبها وصفا إياه بالمروع وأصدر النادي بيانا قال فيها شعرنا بالفزع الشديد عندما علمنا أن أيمن برقوق تعرض له جمسة جسدية خضع أيمن لعملية جراحية نجحة أمس الأحد لكنه للأسف لن يكون متحب للعب في الوقت الحالي نتمنى لأيمن الشفاء العاجل ونؤكد له أننا جميعا معه في هذه المهنة ويشار إلى أن أيمن برقوق انتقل إلى نادي هيرتا برلين على سبيل الإعارة من نادي ماينيزا الألمانية في شهر يناير الماضي وذلك حتى نهاية الموسم الحالي إلى غاية 30 يونيو 2024 عند وصول فريق اتحاد العاصمة الجزائري إلى مطار هواري بومدين أدل رئيس الفريق كامل حسينة بتصريحات لوسائل الإعلام الجزائرية عبر عن تفاؤله بالعودة إلى كأس الكعفة وقال رئيس اتحاد الجزائر بالحرفة عقدنا اجتماعا تقنيا ليلة المباراة وأبلغناهم أننا سنرفض اللعب إذا قرروا ارتداء القميس الذي يحمل خارطة المملكة المغربية وبالفعل قدموا هذا القميس ولم نشارك في المباراة وهذا هو موقفنا نفسه في مباراة الدهب وفيما يتعلق بقرارات الكعف أجاب المتحدث لقد أقر هزيمتنا دهبا بنتيجة 3-0 وبذورنا وضعنا شكوى والتحاق معنا أطلعنا على كل القوانين وهي في صالحنا وأمالنا كبيرة لاسترجاع حقوقنا في كأس الكعف بحسب زعمها يواجه المنتخب الوطني المغربي النسوي الأقل من 17 سنة نظيرهم المنتخب الجزائري برسم دهبا الدورة التالت من التصفيات الكاس الأفريقية المؤهلة للنهائية كاس العالم وأكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن مباراة الإيابة ستقام يوم الجمعة العار الشرماية المقبلة على أرضية المعاب البلدي بمدينة بركانة ابتداء من الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش فيما ستجرى مباراة الدهب يوم الجمعة السابع عشر من شهردتها على أرضية الملعاب سلمان مبروكي بعاصمة الجزائر انطلاقا من الساعة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينيتش ويشار إلى أن نهائية كاس العالم للسيدات الأقل من سبعة عشر سنة ستحتضنها جمهورية دومينيكانة خلال الفترة الممتدة ما بين السلس عشر أكتوبر والتالي نومبير الفين واربعة وعشرون أعلن الاتحاد هولندي لكرة القدم تعاقده رسميا مع المدرب المغربي عادل رمزي للإشراف على منتخب هولندا الأقل من 18 عاما انطلاقا من الفاتح يوليوزا المقبل بعد مراكمته تجارب عديدة داخل النادي بي إس في إندهوفن ونقل موقع الرسمي للاتحاد الهولندي لكرة القدم تصريحات لأمين عدلي أبدى فيها فخره بالثقة التي منحته له للعمل في المواهب الكروية في هولندا مردفا متحمس للغاية وأرغب في تقديم الإضافة هي فرصة للإشتغال مع الأندية الهولندية والتفكير في كيف يتحقيق استفاة قصوى من المواهب الموجودة هنا أتطلع بشدة لبدء العمل ومن جهته أبدى ناجيل ديونغ المدير الكرة في الاتحاد الهولندي سعادتي بانضمام عديل رمزي للفريق التقني مردفا أنا مقتنع بمميزته كمدربة وأعتقد أن شخصيته ستصنع الفريق مع المنتخبين الوطنية وسيخوض عديل رمزي الرحيل المرتقب لميتشا فيسير في تدريب المنتخب الهولندي الأقل من 18 سنة علما أن الدولي المغربي السابق خاض تجربة تدريب في المغرب بقيادته للودادة الريادي في يوريوز حتى دوجنبر من العام الماضي قبل أن يقرر الأخير الانفصال عنه بسبب تراكم النتائي السلبية للفريق وتدهور أوضاعها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة